اشتركوا في القناة والكومنتات والاسئلة والاشياء هاي خفت عن البداية يعني اذا مش عجبكم الوضع خبروني يعني حاولوا انه هيك يظل فيه نوع من انواع التفاعل اذا في عندكم اسئلة حاولوا تسألوا اي سؤال مخطر في بالكم اسألوا وان شاء الله انه رح يكون فيه اجابات على الموضوع وخلي فيه نوع من انواع يعني لايك وكومنت وشغلات زي هيك على اساس نوع من انواع التشجيع لانه شايف انه الفترة الماضية انا قلت ما بدي اطلب منكم ولكن شايف انه عدد التفاعل نزل ما بعرفه السبب انه مليته من الموضوع ولا انه يعني هي نسوي سهوي شغلي زي هيك فيا ريت تخبروني خلينا نروح على توقعاتنا اليوم وبعد التوقعات في عندنا اسألة وطبعا اليوم توقعاتنا رح يكون في عندنا خلو مسار استمرار لخلو المسار وفي عندنا انتقال القمر رح ينتقل من برج الثور لبرج الجوزاء فعشان هيك يفيه كثير من الاحداث ياريت انكوا تظلوا معنا طبعا اليوم توقعاتنا هي لا يوم الثلاثاء ستة تموز القمر الان موجود في منزلة الهقعة وحكينا انها هي سيئة لا تصلح الا للاشياء المضرة بما ينفع يعني العمليات الجراحية الامور اللي لها علاقة باستخراج السموم الاسحار الاشياء اللي زي هيك وغيرها طبعا من الافضل عدم البدء باي شيء جديد وخصوصا انه اليوم في عندنا استمرارية خلو مسار طبعا القمر رح يمكث في هاي المنزلة لغاية الساعة عشرة وصد دقائق صباحا وبعدين رح ينتقل لمنزلة الهنعة وهي تصلح للمحبة والخير والقبول وهي تقريبا قوية جدا هاي المنزلة فبكون فيها كثير من الاشياء اللي بتعوض الايام الماضية بما انه القمر رح يظل موجود لغاية ساعات الصباح في برج الثور منعيد نفس الاشي انه تأثيرات القمر بتظلها مأثرة علينا بانه منشعر بالحذر اكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق وفي فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار او الاهتمام بامور عقارية وقضاء وقت ممتع بالبيت مع العائلة او مثلا بمشاهدة الفز طبعا احنا الان في فترة خلو المسار خلو المسار هذا حكينا رح يظل لغاية الساعة وحدة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزة وهذا بيعني ان الفترة هاي اللي هي فترة خلو المسار فترة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة وحدة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا القمر خلص بيكون انتقل واستقر في برج الجوزة وفي هاي اللحظة التأثير بيصير على جميع الابراج انه في هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي طبعا القمر اليوم رح يشكل زاوية وحيدة هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في ساعات الصباح طبعا تأثيرها باستمر طلت النهار هي مش سلبية كثير ولكن انه بدكوا تكونوا حذرين لانه في هاي اللحظة بدكوا تتبخوا الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتكم وكرمكم طيبتنا وكرمنا يعني هاي بتأثر على الجميع بنفس الشيء انه بكون الواحد عنده قابلية انه يعمل اشياء فهي الاشياء بتكون يعني مش مجدية او مثلا زي ديون او بدك تداين واحد دك تكفل شخص او بدك تقرض شخص بعض الاموال في هاي الفترة ما من ننصح لانه هاي الزاوية يعني انه اموالك رح تروح وما رح ترجع او رح تغلبك لما ترجع اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية ولكن مع الزاوية البطيئة وهي اوجها اللي كنا نتكلم عنها في الايام الماضي اللي هي ما بين عطارد وما بين نبتن يعني صارنا بنحكي عنها فترة تقريبا العشر ايام هاي الزاوية رح يكون اوجها اليوم رح تستمر بعد هاي الزاوية اسبوع هي رح طبعا رح يكون دروتها ساعة سبعة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا وبتستمر زي ما حكينا لمدة اسبوع قادم بيكون عنا نوع من انواع الصعوبة في معرفة مشاعر الاخرين وبكون صعب علينا التعامل معهم وهذا ممكن ينتج عنه سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك وخصوصا انه عندنا نبتن بتراجع فعشان هيك ممكن انه تستغلوا عاطفيا بالفترة هاي او يدعي شخص غير انه بيحبكم او يحابب انه يعمل شيء مستقبلي ولكنه بيكون مش صادق فعشان هيك بتكونوا حذرين في النقطة هاي وبرضو في نفس اللحظة ممكن ترتكب بعض الاخطاء في احكامكم مما يعرضكم لخيبات الامل فلا تحكموا يعني شوفوا التناقض انتو في الموضوع لا تحكموا حكم قطعي على شيء بدون ادلة وفي نفس اللحظة لا تعطي الامان في هاي الفترة لا اي شخص ممكن انه على المستوى العاطفي انه يوهمك باشياء او يوعدك بامور طبعا بالنسبة لخلو المسار القادم بما انه القمر رح يكون في الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس تمانية سبعة بيبدأ في تمام الساعة اربعة وعشرين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة وحدة وخمسين دقيقة بعد الظهر لا ينتقل بعدها القمر من برج الجوزاء لبرج السرطان اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم انحسار الهلال ستة وعشرين يوم في تمام الساعة اتناعش منتصف الليل بيكمل ستة وعشرين يوم بيصير نسبة الاضاءة خمسة عشر في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيدة بنسبة ثلاثين في المية ما زالت محفظة على سعادتها بنفس النسبة القمر في الثور بدين تقل الجوزاء حتى يوم ثمانية سبعة هو الان منتحس بنسبة عشر في المية ولكن في ساعات الصباح يعني تقريبا بنحكي سبعة صباحا بتوقيت جرينيتش او ثمانية بيبلش سعيد بنسبة عشر في المية بعدين ترتفع هاي السعادة مع تقدم الساعات في النهار لتصل في ساعات العصر لثلاثين في المية وبعدين ممكن ترتفع لأكثر من هيك في ساعات المساء عطارد في برج الجوزاء حتى يوم احداش سبعة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين سبعة منتحسة بنسبة خمسة وسبعين في المية لأنه في الأيام القادمة رح تكتمل الزاوية التربيع ما بين الزهرة وما بين أورانوس المريخ في الأسد حتى يوم تسعة وعشرين سبعة منتحس بنسبة أربعين في المية لأنه الزاوية مكتملة زاوية التربيع والتقابل ما بين المريخ وما بين زحل المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة بعدين بدو يرجع من الحوت للدلو فهو الآن منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشران منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 بعدين بيبدأ في عملية التراجع هو سعيد بنسبة 15% الآن نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 هو منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بيحمل معاه فرص مالية ممكن تكون شوي مفاجئة لك وتدخل تحسينات على ميزانيتك ممكن تعالج استحقاق مالي وراح يكون في شوي زيادة من المصاريف أو الأموال في هذا اليوم أو متطلبات مالية طبعا هذا الأمر رح يضل يعني إلى غاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر لما بنتقل لبرج الجوزاء بتبلش الأمور تتغير فبيصير عندك هون نوع من أنواع النشاط على مستوى الدراسة والسفر والاتصالات وبيكون مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم اليوم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار حاول أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بتعاملوا معك حاول أنك تتفهم الآخرين وابقى هادئ لا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية حاول أنك تكرر المحاولة السابقة وما تستسلم برضو بدك تنتبه من السرعة وبدك تنتبه من العصبية برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط حاولوا أنك تبادروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي في ساعات الصباح يعني اللي هي حكينا اللي هي في لحظة انتقال القمر من الثور للجوزاء بيصير الوضع عندكم بتعلق بالأمور المالية فهو بيحمل اليوم معكم فرص مالية ممكن تكون مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا في الاتصالات والزيارات وممكن تهتم بالترويج لخطة أو للقيام بزيارة معينة أهم إش أنك تتشجع وتستغل الفرص ممكن اليوم تعالج بعض المسائل المالية أو الإدارية أو التمولية وفي بعض الأوراق أو المعاملات اللي بتطلب منك توقيع أو بتطلب منك نوع من أنواع المتابعة لدى المراجع المعنية برج الجوزاء يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم يعني من الآن لغاية ساعات الصباح هذا الأمر بظل مرهق بالنسبة لكم ولكن من ساعات الصباح بيصير الأجواء بتتغير بتصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط أهم شي انك تبادروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي القمر هنا بيجعل الفترة هاي مميزة واستثنائية وبيدعوك الجو لبذل جهود جيدة على أساس أنه شوي تحقق بعض الأشياء اللي بمكن يكون فيها نوع من أنواع التفاهم أو المصالحات وتعتبر هاي من أجمل أيام الشهر وأكثرها دعماً لك أهم شي انك تأخذ المبادرة وتكون شجع برج السرطان ابتسعدوا الآن من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم طبعاً هذا الأمر بظل نشاط اجتماعي لغاية ساعات الصباح ممكن يفاجعكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن من ساعات الصباح القمر بد يصير موجود في بيت المتاعب في برج الجوزاء فبيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم أهم شي انك ما تراهن على الحضود ممكن تعاني من الركود ومراوحة المكان لا تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك أفكارك في الفترة هاي بتكون مشوشة والظروف بتكون مخيبة للآمال عشان هيك حاول تركز بشكل جيد حاول انك ما تأخذ بالوعود اللي تقطع إلك بالفترة هاي وانتبه على مصاريفك قدر الإمكان لأنه بتزيد المصاريف عندك في هاي الفترة برج الأسد يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل على عمله بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين طبعا هذا الأمر بظل مستمر من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بصير الوضع اجتماعي بالكامل فبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم الضغوط حاول انك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد هاي فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك يعني فترة إيجابية جيدة ممكن تستغلها في مناسبتك الاجتماعية أو تطلب نوع من أنواع الدعم من أحد الأصدقاء أو مساعدة يعني الأجواء بتكون إيجابية برج العذرة بيصلكم خبر من بعيد اليوم ممكن اتصال أو بريد أو مراسلة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد في منكو رح ينجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة طبعا هذا الموضوع رح يظل مستمر لغاية ساعات الصباح فبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم ولكن بتكون تنتبهوا أنه في ساعات الصباح القمر رح يصير في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة لإلكم فبيصبح اليوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بدو يرتب بعض الأمور اللي بتتعلق بعمله أو برأسه أو بالعمل ممكن اجتماع أو يرغب في إدخال تعديل عليه موسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة هاي مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون في نوع من أنواع القلق حول أحد أفراد العائلة أو الأحبة وممكن تواجه مسؤولية أو عبئ مهني أهم إشي أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام بيكون فيه نوع من أنواع الصعوبة برج الميزان تم فرصة لمكسب بيكون على الأغلب إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بيكون بحاجة للرعاية وهذا الأمر رح يستمر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بيصلكم خبر من بعيد أو ممكن تنجحوا في أمور العلاقة بالسفر أو أوراق سفر أو معاملات أو اتصالات أو أوراق قانونية أو حتى قضايا قضائية وبتزداد راغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح جيدة بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأشخاص معك في منكم رح يكون مجتهد على موضوع العلاقة بالسفر أو بعلاقة مع أشخاص خارج البلاد برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح يتحرك من مقابلك للبيت الثامن فعشان هيك بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض أو أموال لكم بتستردوها بالفترة هاي أو نوع من أنواع الدعم ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وممكن تفكر براحة شيخوختك ممكن تخذ المبادرة في الاتجاه المذكور يعني في الأمرين اللي إحنا ذكرناهم أهم شيء أنك تقدم التنازلات وتراجع عن الخطوات اللي يعني كان فيها قرارات سببت لك نوع من أنواع الإزعاج والعدوات بالفترة الماضية يعني بمعنى آخر هاي فترة بتحاول ترتب فيها أمورك قبل ما ينتقل القمر وصير في بيتك التاسع برج القوس رغم تراكم العمل الآن أنتوا قادرين على إنجاز حصة الأسد منه حاولونك تنظموا جد والغذاءكم أخذوا قسط كافي من الراحة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا القمر رح يصير يعني مقابلكم تماما وهذا الإشي بعطيك إيجابية على الجانب ولكن بعطيك سلبية أخرى على مستوى أن طاقتك بتكون ضعيفة فهذا اليوم بيكون مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء العاطفية أو المالية يعني بينكو بين الأزواج حاذروا من الإنفعالات بيصعب التفاهم معكم اليوم ممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها من وراء عصبيتك أو من وراء حدية الطباع معك الجو بيكون متوتر ممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة بدك تكون صبور وما تتدمر الفترة هاي بتكون خالية تماما من الحضوض برج الجدي بترغبوا الآن في هاي الفترة اللي احنا فيها لغاية ساعات الصباح فالتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم أو مع أحد الأبناء أو بتهتم بمسائل بتتعلق في أحد الأبناء بوسعكم ومارسة نشاط فني أو أي شيء ترفيهي لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح ورغم تراكم العمل لأن الجو بصير إلو علاقة بالعمل وبالصحة فبما أنه رح يتراكم بعض العمل عندكم ولكن أنتو بتكونوا قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدول غذائكم خذوا قصد كافي من الراحة لا تلتهي بالقشور والأمور الثانوية حاول أنك تعتمد على جهودك وعلى طاقتك لحصد النجاحات والأرباح راقب وضعك الصحي والفترة هاي يعني بدأ زي ما حكينا بدأك تهتم بالصحة بدأك تهتم بزملائك بالعمل بدأك تهتم بأمور إلها علاقة بالوضع المهني برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية طبعا هاي الأمور بتظل لغاية ساعات الصباح مع ساعات الصباح بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أو أمور إلها علاقة بالترفيه بيطمعن بالك نسبيا بتجد حليفة بيدعم تصوراتك أهم إشي أنك ما تستسلم حاول أنك تكرر المحاولة ممكن ترغب في استكشاف مناطق جديدة أو تميل للتنقلات أو السفر أو المشاركة في رحلة عمل الأجواء إجمالا رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق على أحد الأحبة برج الحوت بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جهر وهذا الأمر بظل مستمر من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا اليوم بيصير بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بصير الاهتمام إلى علاقة بالأمور العائلية الداخلية فممكن تعزز الروابط العائلية أو تهتم بحل مشكلة لها علاقة بأحد أفراد العائلة أو أمر بيتي ممكن ترميم تصليح ممكن مشتريات منزلية أهم شيء أنه لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وعلى أداءك أهم شيء أنك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته قدم المساعدة لا أي شخص بيحتاجها بالفترة هاي لأنه لأجواء جيدة ولكن دون كفالة مال ودون إقراض مال طبعا هيك بنكون أنهينا القسم الأول من توقعاتنا والآن بدنا نروح على فقرة سؤال وجواب في عنا مجموعة من الأسئلة فخلينا نشوف إيش الأسئلة اللي سألوها اللي أنتوا سألتوها وإيش أنا اللي رح أجاوب عليه إن شاء الله اليوم السؤال الأول من أحمد أحمد بيسأل يعطيك العافية يعني أورانوس رح يكون موجود كل السنة في برج الحمل أول إيش أورانوس مش في برج الحمل أورانوس موجود في برج الثور وبما أنه موجود في برج الثور فهو لسه رح يضل في برج الثور لغاية الـ 2025 بيطلع على برج الجوزاء بعدين بيرجع مرة ثانية وبخرج نهائيا من برج الثور تماما في الـ 2026 وبنتقل للجوزاء وبمكث فيه مدة طويلة سؤال من عالم نور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنا من وليد 28 ثمانية 1974 حياتي المادية والاجتماعية والمالية ليست على ما يرام عندما قلت أن رقم ثمانية رقم زحل أصبحت أخاف وبالليل لا أستطيع النوم لأنني منذ ثلاث سنوات أصبحت أعاني من الوسواس القهري بسبب حياتي الزوجية ومشاكلها زوجي من برج الميزان أربعة عشرة واحد وسبعين طيب أول إشي أنا بدي أجواب أول إشي أنت بتقول لي أنه أنا حكيت عن رقم ثمانية أنا حكيت فعليا عن رقم ثمانية وأنه رقم ثمانية له علاقة بزحل وزحل هو المعلم الصارم اللي ما بعطي الواحدة الشيء بسهولة يعني لازم يتعب عشان يحصل على الشيء يعني بكون الحظ عنده قليل أنت كيف حسبتي وطلع عندك أنه رقم ثمانية هو اللي مسيطر عليك خلينا نأخذها واحدة واحدة عشان الكل يستفيد من هذا الموضوع لما نحكي ثمانية وعشرين يعني ثمانية زائد اثنين يعني عشرة هاي واحد وتمانية رقم الشهر ما قلناش فيه هذا بطلع لحاله أوكي وفي نفس اللحظة الف وتسعمية واربعة وسبعين اربعة زائد سبعة هاي احداش احداش هاي رفعناها فوق وتسعة زائد واحد عشرة هاي رفعناها فوق صار عندنا عشرة وحداش عشرة وحداش يعني قديش يعني صار عندنا اثناش يعني اثنين وواحد يعني ثلاثة يعني المشتري يعني رقم السنة له علاقة بالمشتري طيب المشتري هاي حطناها على جنب وعننا احنا في الاول كان ثمانية وعننا رقم واحد هاي صار تسعة ماشي تسعة وثلاثة هاي اثنين وواحد هاي ثلاثة يعني انت كوكبك المشتري مش كوكبك زحل انا حكيت عن زحل انت اخدتي على انه ثمانية من رقم ثمانية وعشرين وشهر ثمانية احنا حكينا انه الشهر احنا ما النا فيه احنا حسابنا دائما ناخد انه انت اول اشي ثمانية وعشرين عذراء عذراء كوكبه عطارد قولنا كوكب عطارد مرتبط في الرقم اللي هو اللي خاص فيه ماشي وحكينا انه انت بتجمعي كل الارقام بطلع عندك رقم رقم اليوم اللي هو ثمانية وعشرين ثمانية واثنين هاي واحد ورقم المجموع الكامل اللي هو طلع عندك ثلاثة المشتري يعني ارقام حظك زي ما حكيناها اللي هي ثلاثة ماشي واحد ورقم عطارد اللي هو قديش ارجعي احضر الحلقة عشان تعرفي انت لحالك لاني ما رح اغششكم طيب بالنسبة للسؤال من عايشة مساء الخير دكتور ولك ولكل الاحبة وراحة انه ولك كمان ان شاء الله هل في اوقات لما احمل فيها بحدد صنف المولود سواء كان ذكر او انثى مثلا الحمل الحمل في العذراء بيكون ذكر وكذلك اذا كان الجنين بصحة جيدة ام لا اول اشي وانا هذا شقين شق الحمل ذكر او انثى حسب العلوم الفلكية وحسب كثير من الدراسات صحيح كيف بتصير هاي بتصير انه اذا كان الحمل في ابراج ذكرية يعني في لحظة الجمع اقصاب الليلة اللي بصير فيها اقصاب للبويضة كانت والقمر موجود في برج ذكري فبكون الحمل ذكر اذا كان الحمل في بداية في ليلة القمر موجود فيها ببرج انثوي فبكون الحمل انثى طيب ايش الابراج الذكرية الابراج الذكورية هي الابراج اللي بتيجي نارية وهوائية يعني عندك الاسد عندك الحمل الاسد القوس هدولة نارية وعندك الجوزاء والميزان والدلو هدولة هوائية هدولة بروج ذكورية باقي البروج اللي هي الترابية والمائية هاي البروج الانثوية هاي افضل طريقة طبعا اللي بكون مجتهد والله اعلم عاد الان ندخل على الشقة الثانية اللي فيه الله اعلم لانها هاي هنا ارادة رب العالمين هو اللي بضع في الرحم يعني انتي اجتهدتي عشان ما تنفهم هذا النقطة انه احنا نتلاعب في هاي الامور لا هنا انا انتي عملت هذا الامر اجتهادا منك عساسا انه يكون المولود ذكر او انثى ولكن الان لا يعلم ما بالارحام ما بالارحام يعلم ما بالارحام هنا هنا مش اللي هي الاخصاب وله شو اللي موجود في رحم الانثى هو شو صفته هذا المولود هو سعيد هو نحيس هو مرزوق هو مش مرزوق هو مريض هو مشافى هو ايش هنا هذا كل ياته بعمر الله عشان هيك انا جاوبتك على الشقة الابولاني لانه هذا علم الشقة الثاني انه بصحة جيدة او لا هنا هاي انا ما بقدر انا اعطيك اياها لانه هاي يعني شوي احنا هيك بندخل بارادة الله اول اشي واثنين على طبيعة الجسم وطبيعة التكوين الصحي وطبيعة الهرمونات وطبيعة الواواوا الى ما لنهاية يعني اذا بننجاوب عليه رح اخدع كثير من الناس وانا مش من طبعي بعطي معلومة انا بكون مش مقتنع فيها سؤال صباح الورد دكتور ما هي حقيقة غزو الفضاء او الاطباق الفضائية وكشف الحقائق وخاصة ولاة القمر الجديد بالسرطان وبين عطارد ونبتن وليش فقط ظهورها بامريكا هل هي حقيقة يوجد عالم او ارض او كوكب اخر يعيش عليها وشكرا ندعي لك من كندا الله يبارك فيك ويكرمك وصباح الورد اول اشي يا برا هاي موضوع الفضاء وناس عايش بالفضاء والاطباق الفضائية والله يعني انت جاوبت عليها لحالك ليش انها بتظهرش غير في امريكا يعني ليش انه امريكا تحديدا يعني على رأسهم ريشي يعني ولا انه الموضوع في اشي من هون من هون يعني تجارب وشغلات زي هيك وبحاول ويوهم الناس في هاد المواضيع ويطلعوا في بعض القصص الخيالية عشان الناس تلتهي في اشياء معينة هذا ممكن اما بالدين وبالعلم وبالمنطق وبكل الامور هاي هذا الامر مش موجود يعني هذا الامر ما في لا اشي خارج الارض ولا اشي بارض ثاني ولا كوكو كوكو تاني ولا بالامور هاي كلها يعني انا هاي الامور ما بقتنع فيها الامور الفضاء كلها فيها لعبة انا باعتقادي يعني وعلامة استفهام كبيرة عليها على معظم الحك اللي هم بحكوه انا ما بخذ فيه فيه ناس بتقولك احنا منصدق ونصدق العلم وصدق هذا صدق العلم زي ما بتكون ولكن فيه منطق برضو يعني فيه اشياء منطقية وفيه اشياء مش منطقية يعني تخنتوها ماشي هاي واحد بدناش نقعد هسا ندخل الدين عشان ما يجيش واحد يقول لي اتدخل الدين في المسائل هاي وهاي مش هيك وهذا لا ديننا واضح في هذا الامر الآية واضحة يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان هذه آية واضحة وصريحة إنه أقطار السماوات والأرض ما فيه لا حد بطلع منها ولا حد بخش فيها وين هاي الأقطار طبعا ما بننخوض في هذا الموضوع عشان ما نخلي الناس اتشش على آخر أما بالنسبة لحقيقة ملاد القمر في السرطان ما عادي ولاد القمر في السرطان يولد كل سنة في السرطان يعني ما رح يكون في شيء مميز وبالنسبة للزاوية ما بين عطار دونبتن احنا ذكرناها اليوم يعني يمكن احنا جاوبنا هيك جاوبين مع بعض فمن خلالهم انت بتقدري تستنتجي سؤال سؤال من يامن الله يعطيك العافية دكتور سؤال هل اسم يلي نهايته تاء مربوطة او الو دلالة اه الو دلالة معينة ولازم نلفظه نكتبه بالالف الممدودة مثل اسم معطية يا ريت في ناب هالشي اختك هدى من الشام طيب ما هالشي يا هدى رح اجاوبك اول اشي هاي في كثير من الناس طلعوا من اللي تفلسفوا برضو في عملية الاسماء انه التال مربوطة هاي عشان مسكره هيك فبتسكر حياتك وبتسكر مش عارف ايش يتسكر منافسهم هاي واحد اه ولي بكون على نبرة شو بصير فيه يعني بظل يتحك حك طيب اللي بكون على الف مكسورة بظل نايم يعني ولا بصير يمشي زي البطة طيب اللي بكون على طا مثلا طا مسكرا مي وعليها عصاي يعني هذا بدي يموت على خزوب ولا لا حول ولا قوات إلا بالله هذا كله نوع من أنواع الفلسفة يعني هاي أنا تفلسفتلك في بعض الأحرف عشان أنت تعرف إذا من أنت فلسفة من فلسفة برضو يعني عنا قدرة على الفلسفة هذا الحكي نهائيا مش صحيح وما تأخذ فيه وشو يعني أنا أبدا أغير اللغة العربية عشان ما تجيش هذا يعني استني أشوف لي كلمة غير مطيعة 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 بالها يعني تزبوتش مش زابطة معي أخرب اللغة العربية عشان أجيب كلمة يعني ما بزبط أني أنا أشتب كلمة عشان أرفعها عشان أمدها ألف ممدودة يعني انس الموضوع سؤال من يافا صديقتي يافا الله يرضى عليك يا خيتي يعني حضرتك جاوبت صديقة على القناة وحكيت عن رقم البيت شو قصدت برقم البيت طيب رح أجاوب عليها يمكن يعني بتختلف الكلمات أو المسميات إحنا مثلا في الأردن رقم المنزل في كل بيت أو عمارة أو سكن بيكون علي رقم يعني الشارع إلى رقم المنزل هذا بيكون علي رقم بيقولك شارع رقم كذا منزل رقم كذا طابق رقم كذا شقة رقم كذا فهذا المقصود بالبيت أن العمارة أن العمارة نفسها أو المنزل نفسه أو المسكن نفسه بيكون علي رقم الرقم هذا هو المقصود عليه اللي إحنا حكينا بتجمعه عشان يطلع فيه رقم حض لإلك أو الرقم اللي بيكون حكينا أنه الأرقام اللي بتكون رقم ثمانية يبعدو عنها تماما لأنه هاي مش أرقام حض هذا زحل فبكون سكن فيه مزعج في هذا البيت إذا كان الشخص بيحمل الرقم ثمانية يعني رقم حض ثمانية اللي هو زي موليد برج الجدي مثلا كوكبهم زحل ورقمهم بيكون على الأغلب ثمانية لبعض الأشخاص منهم فهدول يصلح أنهم يسكنوا في بيت رقم ثمانية طيب سؤال من ميريال السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله دكتور يا رب دايما تكون بألف صحة إحنا وإياكم جميعا سؤال لو في الخارطة الفلكية وجود ست بيوت فارغة من الأبراج خصوصا من الأبراج الكبيرة مثل البيت الرابع البيت الخامس البيت السادس البيت السابع البيت التاسع البيت الثاني عشر هذا الاشي معناه أنه كل البيوت هاي بتكون سلبية ما فيش حظ فيها إذا كان بيت العائلة وبيت العاطف والشراك وغيره أنا مولودة 29 أربعة طيب أنا رح أجاوبك على هذا الموضوع بدون ما أشوف الخارطة الفلكية وبدون ما أحسب لك الخارطة الفلكية لأخلي موضوع البيت الخالي يعني بيت منه البيوت خالي يعني لا فيه تأثير للكواكب لا إيجابي ولا سلبي فيه يعني هذا حر بتحكم فيه دخول الكواكب الطبيعية في الأيام اللي إحنا فيها مثلا أنت عندك بيتك الرابع ما فيه أي تأثير بيت البيت يعني أنت حياتك طبيعية في بيتك وعلاقتك العاطفية طبيعية والأمور الصحية عندك على حسب تأثير البيت السادس اللي هي إيش البرج هاد وشو الآثار اللي بيصير عنده صحيا ولكن ما فيه احتمالية لأشياء مزمنة مثلا أو أشياء خطرة البيت السابع على مستوى بيت الشراكة ما فيه شيء يعطل عليك الارتباط البيت التاسع اجتهادك وحياتك وأسلوبك وطبيعة الحياة اللي أنت فيها بتعيشي بتقدري تعيشي خارج البلاد يعني تتغرب بتقدري أنك تعيشي بغربة بتقدري تكملي دراسة يعني وبتقدري ما تعمليش ولا أي شيء يعني هذا خيار نقول مثلا زحل موجود في واحد من هذول اللي عطل عليك يصير منتحس وما في مثلا كواكب زي الزهرة نقول والله سعيد فهذا الأمر هنا بصير أنه هاي البيوت لا فيها إشي إيجابي ولا إشي سلبي الوضع يعني لحظة ميلادك كانت فارغة الآن مثلا ممكن بيتك الرابع يكون في الزهرة معناته في مناسبات وفي احتفالات على مستوى البيت أو مثلا في بيتك الخامس ممكن تدخلي بعلاقة عاطفية جديدة أو إذا كنت متزوجة ممكن يصير في حمل صار في السابع فرصة للزواج بتعطي فرص للزواج بالبيت التاسع بتعطي فرص للسفر أو للدراسة الجامعية أو أنك تربح قضية قضائية يعني بيكون بصير الكوكب اللي بتحرك وبدخل في هاي بعطي مزايا إما سعيدة أو نحيسة لهذا البيت ولكن هو بالواقع ما في أي تأثيرات عليه هو بتأثر من اللي بصير بعديها يعني بتأثر من الحياة المستقبلية وحركة الكواكب فيها ولكن في لحظة الميلاد ما في أي تأثير سؤال يعني دكتور سعيد بعد إذنك هل المولود اللي بنولد في فترة نحس الزهرة آخ آخ يا حميدة إلاف ماشي دكتور سعيد بعد إذنك هل المولود الذي ينولد بفترة نحس الزهرة بيكون غير حسن الشكل أو بفترة تراجع وطارد بيكون استيعابه ضعيف مع شكري وتقديري طيب أنا بدي أجاوبك لأنني لازم أنا أضربك على هذا السؤال بس لازم أجاوبك أول إشي الزهرة هو كوكب الجمال صح ولكن مش معنى إذا تراجع إنه هو بعطي الشخص بصير مش حلو أو مش جميل ليش لأنه ممكن الزهرة يتراجع في بيته أو في شرفه فهو حتى بتراجعه بيكون سعيد أو نسبة النحوسة بتكون قليلة أنا بدي أرجيكي إنه مش مزبوط هذا الكلام فالزهرة مش معنى إنها هي كانت في بيتها أو في شرفها ونولد المولود هذا بده ييجي المولود حلو أو جميل هاي معلومات غلط يعني اللي حكوها أو اللي بيحكوا فيها غلطانين تماما الزهرة إلها علاقة في مكان معين يعني في بيت معين لما تيجي الزهرة مثلا لنفترض في شرفها ويكون شرفها أو بيتها مثلا اللي هو الميزان لنفترض أو هذا كانت موجودة وفي نفس اللحظة كان الميزان لبيت الخامس هنا منقول هذا المولود بيكون حسن الخلق يعني اللي هو بيكون جميل مثلا أو مفتن اتنين ممكن الطالع نفسه يعطي صفة جمال للمولود مش شرط ممكن المريخ في مكانه يعطي إشي أقوى من الجمال يعطي كريزمة في مكانه يعني مش شرط الزهرة هي الوحيد اللي بتعطي الجمال وهذا واحد فعملية إنه هو بتراجع أو هو بيصير للأمام هاي إلها علاقة بالجمال المولود هاي لا طيب بالنسبة لأ عطارد الآن عطارد إن كان بيصير للأمام أو بتراجع ماشي هو كوكب الأفكار وكوكب الذكاء ماشي وبعطي قدرة على الشخص هذا إنه يكون ذكي وخصوصا إذا تواجد في بيوته يعني تواجد في الجوزاء أو تواجد في العذراء بدل على إنه هذا الإنسان مخه نشيط الزيادة ماشي وفي نفس اللحظة إذا تواجد في مكان اللي هو بكون شرف البيئة شرف في الكوكب وفي نفس اللحظة بيكون في الأوج إحنا بنسميها فهنا بعطي أشياء إلها علاقة بالذكاء ولكن برضو عطارد لو تواجد مثلا لنفترض تواجد في الحمل بعطيهم قدرة على التجارة ذكاء في التجارة تواجد بالثور بعطيهم قدرة على كسب المال يعني شفت بتغير فبصير إنه كل ما إجى في مكان بعطي صفة البرج مع الذكاء في إيش للبرج هاته ولكن إنه يجي نابغة مثلا ذكي جدا بدي يكون عطارد موجود في البيت التاسع مثلا اللي هو بيت الدراسة الجامعية شوف وين وفي نفس اللحظة عمل زاوية مثلا تزديس أو تثليث ما بينه بين المشتري هو أنا بعطيه ذكاء وبعطيه ناجح تماما في دراسته أو المشتري كان موجود فيها في البيت التاسع وعمل اتصال سعيد ما بينه وبين عطارد فبعطيه على ذكاء قوي يعني مش شرط إنه الذكاء إذا كان للأمام أو كان بتراجع مساء الخير دكتور سويد زعلاني مني طيب مساء الخير دكتور لا تصلح لشيء يوم يوم خمسة سبعة ليش هيك يا ربي هو يوم ميلادي مكتوب على السرطان إنه ما يفرح له الله يخليكي أول إشي بالنسبة إحنا حكينا إنه بسبب الزوايا الموجودة بسبب كل التراكمات الموجودة الفلكية وفي نفس اللحظة بسبب البيت اللي هي المنزلة اللي كان موجودة فهو مش معنى إنه كل دورة فلكية لإلك يعني إنه رح يجي هيك أو أنت إن ولدت في يوم أساسا هيك عشان هيك بتكرر كل عيد ميلادك بيجي هيك هذه يا السنة إجت هيك السنة الجاي بتيجي أحسن أو بتيجي الكواكب أبعد غير يعني حتى المنزل بتيجي غير فعشان هيك منستغل الفرصة ومنحكي لك كل عام وانت بخير وبالعكس إن شاء الله يوم مبارك لإلك وسنة مباركة ومستقبل مبارك ويكون فيه الخير الكبير وتتطياريش وتتشاءميش في هاي الأمور السلام عليكم من خديجة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يسعد مساك الله يحفظك يا رب ويشافيك أنت والوالد يا رب اللهم أمين وشافي مرضى المسلمين أو المؤمنين أو الإنس كاملة اللي بيسمعونا كل مريض ربنا يشافي طيب لو سمحت جزاك الله كل خير عندي تطعيم الجرعة الثانية يوم تاريخ عشرة الشهر يوم السبت الجاي بيكون هذا اليوم منيح طمني أنا برج السرطان برج السرطان شكراً إلك كثير دكتور سعيد الله يسعدك يا رب على فكرة اليوم الاثنين عيد ميلادي وهدية منك ترد على سؤالي الله يحفظك ويبارك بعمرك الله يحفظك ويبارك فيك يقول عم وانت بكل الخير انت وصديقتنا سويت برضو يعني إن شاء الله بما أنه عيد ميلاد وعيد ميلاد الأصدقاء الموجودين اللي ما كتبوا يعني أنه عيد ميلادهم كل عام وانتم بخير يا رب تتوسوسيش أنا جوابت على هذا الموضوع بالنسبة للقاح ما إلو أي تأثير اتأخذ في أي يوم ما إلو أي مشكلة ولا حتى لو كان في قلوه المسار لأنه هذا تواريخ يعني تسجل قبل قلوه المسار فإتمامها في فترة قلوه المسار ما في أي ضرر عليها وإن شاء الله بتمر عليك بخير وما بتحسي بأعراضها أهم شي أنك تأخذي البرستامول وهو البندول على أساس أنه ما ما يصير عندك حرارة بتأخذيها كل ست ساعات حبتين أو اللي هي بتيجي حبة وحدة عيارها ألف بتأخذيها على أساس أنه كل ست ساعات عشان ما يصير عندك حرارة وفي نفس اللحظة اتحفظي على أنه ما يكون عندك ألم مكان التطعيمة أو المكان ما بيعطوك اللقاح سؤال من كارول يعطيك العافية لو سمحت ليش موليد برج الحوت بيخافوا كثير وعندهم وسواس وسواس الأمراض شو السبب وشكرا لحضرتك مين حكالك كارول مين حكالك الحوت الحوت ماشي هو إنسان حساس إنسان شاعري إنسان بطبيعته بيحبش الألم ولكن مش هو لحاله يعني أي من تسمعتي السرطان عنده ولقاح وخايف من الوجع هاي ما إلها علاقة نهائيا هاي شغلة الخوف وليش الحمل اللي بيحب الوجع طب الحمل ما هو أساسا يعني يعني بصير طفل صغير بس يمرض يعني هاي لحاله آآ يعني تقريبا براج كثيرة عندها هاي المشكلة اللي هي مشكلة الخوف والمشكلة إنه إحنا في فترة هاي العصر اللي إحنا فيه للناس من كتر ما بتتحدث عن الأمراض بتشحن بطاقة سلبية بتخلي الناس تخاف من المرض بدون ما تعرف شوه المرض بس بس هي خوف هيك بالنسبة للحوت هو إجمالا لأنه هو يعتبر من أرق الأبراج طبعا هسا بدون يطلعوا بتغاوز مع الحوت بصر مالك ليش هذا أنا أسد ما ليش علاقة بالحوت وللعلم يعني بكل عائلتي فيش عندي حوت عندي أنا أصدقاء من الحوت عندي أخوي حوت يعني أنا بعرف هذا الشيء فمش هي عملية أني أنا بدي أجامل الحوت الحوت بطبيعته هو برج حالم يعني هو حساس بطبيعته أي شيء بأثر فيه عملية أنه يجي يمرض فهو لأنه حالم بصير يتخيل بعيش بالحلم بعيش بالوسواس بصير يحسبها على أصعب الأمور وعلى أسهل الأمور وكيف بده يعمل وشو بده يعمل وكيف بده يفحص الطبيب وشو بده يعمل الطبيب وشو الأدوية طب الأدوية هائلها عراض جانبية ولا لا طب رح أتعب منها ولا لا رح أعرف أنا منها فبيعيش على هذا القلب طبعا مشهولة حاله لو أجيتها على السرطان نسبة كبيرة من موليد برج السرطان نفس الشيء عندهم العقرب قليلين اللي بعيش بالعكس بتلاقي منهم أطباء العقرب يعني شاطرين يوصفوا لك الأمور ويجربوا الأمور على نفسهم في نسبة من الجدي برضو نفس الشيء اللي هم الترابيين العذراء وإنس الموضوع يعني بعيشوا بنوع من أنواع يعني في منهم درجات بعيشوا فيها مش وسواس قهري اكتئاب و يا ليل ويا عين ببطلوا يعرفوا يناموا وبظلوا يبكوا اللي بقولوا عن العذراء أنه عندهم مش عواطف ولكن النساء منهم لا المرض بيأثر بشكل كبير وبخافه من المرض هذا الموضوع برج التور نفس الشيء ترابي يعني برضو في أي نسبة كبيرة منه بخافه من المين بخافش من المرض يعني والله تحكي لي إلا سعيد الله يساعدك يا كارل يلا هيك حلنا لك شوي عم الأبراج تعرفي من صفاتهم ومدحناك وهسا في ناس بدهم يطلعوا يسبوا علي وعليك عشان وانا غوزت في ومدحت برج الحوت طيب شدة علي أي وقت نقدر نقص الشعر أستاذ سعيد أستاذ برضو من سلوى نفس السؤال أستاذ متى نقدر نسوي تصفيف الشعر وتجميل دام الزوايا وانتحسي آه احنا ما شوفي الآن انتو هاي فترة تقص الشعر بتأجلوها ماشي امتى لما ينولد الهلال اليوم اللي بنولد فيه الهلال بقوله انه نولد الهلال بتحسبوا بعديها أسبوعين أفضل الأوقات لقص الشعر بتكون لأنه بتساعد على إنماء الشعر يعني هي فترة جميلة لعملية قص الشعر أفضلها لما القمر يكون موجود في بشكل زاوية لما تسمعوا أنا حكيت انه القمر بشكل زاوية التسديس أو زاوية التثليث بتكون هي أوجها آه إن شاء الله الحلقة القادمة مش الحلقة هاي آه بكون حسبتلكم إياها لأنه أنا كل اللي أنا بحكيه ارتجالي فلا عندي جداول ودامي ولا خارطة فلكية ولكن أنا بحسب لكم إياها الحلقة الجاي ومنحكي بالضبط وإمتى الفترات اللي خلال فترة الأسبوعين القادمات اللي هي بتكون أفضلها لعملية قص الشعر والتجميل والأمور هاي تكرموا هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا